تنعج ذاكرة المشاهد بما جرى خلال هذه الفترة وأنت كنت في هذا التوقيت يعني لك أكثر من صفة ثقافية في مصر العايز أقوله زي ما حضرتك قلت بالضبط أن الثقافة أو أن المثقف الحقيقي هو من يستشف نبض الشارع وبيمشي خطوة قدام بس في التنفيذ إنما هو يعني ما بيجيبش حاجة من عنده فبالفعل كان اعتصام المثقفين هو أول رد فعل قوي ضد الأخوان وبداية صورة 30-6 ولكن المثقفين فقط استشعروا أولا ما يريدوا الشعب لأن ده اللي كان يريدوا الشعب في مصر زي ما حضرتك قلت هي هو سراع هوية هوية ما بين الهوية المصرية اللي بتاعتنا اللي احنا عايشين بيها اللي احنا متدينين جدا بالمناسبة ومتمسكين بديننا وحتى متمسكين حتى بيه في سلوكنا بس بنسمع مكلسوب وبنشرف شيء على الأهواء يعني لنا هوية خاصة وأن محاولة استلاب هذه الهوية مصر من الدول والحمد لله التي لم يحدث على مر التاريخ أن استطاعة أي قوة أنها تستربوية يعني احنا جلنا احتلال انجليزي وجلنا احتلال فرنساوي هما اللي تعلموا العربي مش احنا صحيح مش احنا ده ثقافينا اللي اتنقلتهم هويتنا وعينا الجامعي وعي الشعب الجامعي وده مالوش دعو بالتعليم بالمناسبة وعي تاريخينات مصرية آه طبعا وتاريخ وعراقة وخبرة في الحياة ومواقف النقدية بنعملها وعينا أكبر من ده فعلشان كده رغم المصريين لازم بس نبقى نبقى صراحة كان في غبة في 25 يناير على الأوضاع وتم اختيار الأخوان بالمناسبة هما الناس كانوا يجهلوا ان الأخوان تنظيم سياسي وليس فصيل دين صحيح كانوا بيتعاملوا معاه على انه فصيل ديني وبعض الناس الابسطاء اللي واحد كان بيشوفه ممارح ينتخب يقولوا ان هننتخب بتو ربين إنما عقرية الشعب المصري في ايه يا صد نشان إن هما في أقل من سنة اكتشفوا إنه دول ما لهمش علاقة بالدين خالص وإنه دول فصيل سياسي جايوا هايمن على الحكم وجاي يقصي ليس له علاقة بالدين ليس له أي علاقة بالدين ليس له أي علاقة بالدين مطلقة ده تنظيم سياسي صرف وعشان كده حضرتك كنت بتسأل سؤال أنا شفته قبل لما خش مع حضرتك ماذا لو ماذا لو تلاتين ستة أدو سيحمد في عزين دي ما حصلتش ماذا لو لم يثور المستقفين ماذا لو لم يثور الشعب ويخرق ماذا لو لم ينحاز الجيش إلى الشعب ماذا لو لم تخرق قرارات لازم نجاوب على هذه الأسئلة أنا هجاوب على الأسئلة دي كلها بس ماذا لو كل دا لم يحدث الحقيقة كانت هتبقى النتيجة المفزعة يعني أنا أقول واحدة بس ما كانش هيبقى في سيناء ما كانش هيبقى في سيناء آه طبعا 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 يعني إحنا كل ما يحدث في سيناء أو ما حدث في سيناء من حروب وأنا عارب أقول إيه حروب أنا أتكلم على بعد 2011 طبعا من حروب ضد الإرهاب مش مقاومة للإرهاب دا كل دا بسبب السكك التي فضحت في عهد الإخوان والإفراج عن الإخوة عن المسلمين والإفراج الإرهابين هتبقى هدية يعني كان حيبقى فيها فصائل غير مصرية دا أبسط حاجة يعني دي أبسط حاجة من الحاجات اللي جات في دماغي وطبعا كانت الهوية كلها هتتغير طبعا ما كانش دا يعني نرجع للجزئة الأوانية كنا حنستعيد هويتنا أو ما كنا حنتمسك بهويتنا بس بالتأكيد كنا حنعاني عشرات السنوات حتى يعني ننفك من براسن الإخوان